أخ حسن من طرابة يقول الرجال الكبار مرضى في المسجد يستعملوا الكراسي لظروفهم الصحية وانقطع الاتصال ولكن يبدو أنه يسأل هل هو جائزاً؟ لا وأين يقف في الصف؟ هذه المسألة دائماً تكرر السؤال نسأله على الاثنين تحدثنا تقريباً عن هذه المسألة في بعض التفصيل لقضية لأنه هو الذي يصلي على كرسي يختلف من شخص آخر بعض الناس لا يستطيعون القيام أصلاً يعني بالكاد يصل إلى ذلك الموضع فهذا ننصحه بأن يكبر تكفية الإحرام من قيام لأنه طالما يصل إلى هذا الموضع معناها يستطيعون أن يقفاه نيهة تكفي فيها كمت الله أكبر خصوصاً وأن الله أكبر عند كثير من العلماء لا تطولوا وإنما يقول الله أكبر يقطعها يقطعها قطعاً زي السلام السلام عليكم حتى خصوصاً لم يكون إيمان حتى لا يسبقه المأمومون هذه بالنسبة لله إذن هو يختلف الإنسان اللي ما يقدرش يقوم بتاتاً يكبر تكفية الإحرام ثم يدلسه يقرأ الفاتحة ويركعه ويسدون مكانه انتهينا وأحياناً يكونوا لا يستطيع الركوع رأيتني بعض الناس يستطيعون السجود ولا يستطيعون الركوع فهذا يقفه فيكبر تكفية الإحرام ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أو آية ثم بعد ذلك يعني يركع ركوعاً يعني أخفض من سجوده كان هو بيسجد بهذه الوضعية وإذا لم يستطيع للركوع أو للسجود يجلس على الكرسي فياتي بالركوع قليلاً هكذا يطعطي رأسه قليلاً ثم يطعطي رأسه أكثر في السجود ثم بعد ذلك إن كان قادراً على القيامة مرة أخرى فبها وإن كان لا يستطيع القيامة فليجلس مكانه حتى يقضي صلاته بالطريقة التي ذكرنا نفع الله بكم شكراً بأين يقف في الصف هذا نعم هذه مشكلة كبيرة هي مشكلة كبيرة لكن هذه الطريقة المثلة ألا يكون بارزاً في الصف بل هو النبي صلى الله عليه وسلم وحتى صحابته عندما كانوا يعمون الناس كانوا ينتبهون للمقدمة صدور صدور الناس ولا يلتفتون إلى عجازهم المؤخرة لا يلتفتون إليها فإذا طالما هكذا المفروض أن لا يتقدم على من يليه نعم بل يكون صفاً واحداً نعم جزاكم الله خير شيخنا